طب اللي ما عندوش فلوس يعمل ايه؟ هيموت طب احنا الحمد لله ربنا كرمنا وعندنا الاخر السنة الحمد لله هل وانا يعني يعني لما اقول المواطن الله ان انا هعمل لك محضر جنحة جنحة سيدة وزير دكتور عالم صالح وانا بحب جدا الناس اللي انا يعني بحبهم جدا بحب الناس كلها ما عنديش مشكلة معها بس انا زي القرار ده طلع من شوية واتكلمنا فيه وناقشناه خلاص هذه مرحلة ما ينفعش ابدا ابدا اتكلم مع الناس كده ما ينفعش ده السيد رئيس الجمهورية بيعمل قرارات عفو كل يوم كل يوم قرارات عفو مش عايز حد يبقى محبوس غير اللي يديهم للطاقة بالدم يبقى هذا امر ايجابي انما اقول له ها جنحة وقضاء ونشغل القضاء عشان اه اه اردب امح او اه اه شوية امح وين الشرطة ويعملوا محاضر وينزلوا وشوفوا الناس واخدوا الناس ليه ليه ما هو هيجيبهم على فكرة هيجيبهم مزرعين هيودوا الامح بس انا كمان والتهى يوم الثلاث بس النهاردة هقولها زيادة زودوا شوية السعر 865 زودوهم شوية خلوه الف خلوه 900 خلوه 950 الخمسين جنيه والمئة جنيه المزارع يعني تفيدو فلازم نعمل دراسة كده سريعة نزود شوية للناس هتجيب لنا الامح كله اللي في البيوت موضوع الجنحة ومحاضر مش هتجيب حاجة وانا بقول على الهواء انا مصحتي عايز 6-7-8 مليون طن امح هيجولي والله هيجوا ما انا بدفع في كام في الطن الامح برا باجيبه كام ما بقولش هاته زي برا لا عشان هنا المواطن اساعده كمان ما انا زودت متزودنا باين 100 جنيه ما ازود 100 كمان حصل حاجة الفاتورة زيادة 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 الفاتورة ازا انا بدعم العيش من 87 العيش والمنظومة التمويل لمية وثلاثة مليار هدعم 100 جنيه هتفرق كام معايا في موضوع الامح واولى للناس والناس هتنبسط وهتدعلكم وهتقول لكم متشكرين و ايه و انا راح اوديك الامح اوديلك الامح اهو انا اللي هوصله لحد عندك طب اعملوا الحكاية دي و شوفوا رد فعل الناس ما هو فيه ناس بيقولك الله طب هو بيشتري بالغيالي طب ما قط طب ما زودولنا شوية صغيرة زود شوية صغيرة بتدينه عشرة كيلو مش عارف اه 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 ردة وتدينه لو زود عن الاثناشر بتدينه عشرة كمان زيادة ولا عشرين زيادة حلو بدل ما ايه بدل ما ياخد ده ويأكله المواشي وياخد ده هايل ما زوده مية جنيه تاني خمسين او مية المزارعة طيب ما بيدقش بس هو ما هو لا وجد تقدير ما احنا كمان حاجة بسيطة خمسين جنيه وصلوا لتسعمائة جنيه وبالمناسبة رقم التسعمائة ده كنت اتكلمت فيه من شهرين قبل ما نعمل المنظوم من شهرين عملو السنة دي بتسعمائة كنت انا شايف انه يبقى فيه واشكالة لا بس ايه كانت تقديرات كده التسعمائة كان سعر عادل لكن رجاءا رجاءا شعب المصري محترم شعب المصري طبطبة سيدة وزير دكتور علي لحضرتك يعني من قرية زينا كده واهلينا بيزعلوا لما بيلاقوا حد يقول له هعمل لك محضر لو ما وديتش انا هواديك كزا لو ما وديتش كزا مش صح